مع إياد دهماني شفنا تصريحات وزارة المالية شفنا لقاءات بين وزارة المالية وعدد من الشركاء الاجتماعيين بين النقابات بين العراف وغيرهم وأهمية قانون المالية يجب أن نذكره ديما بها أنه هي الأدات الفعلة متاع أي حكومة لأن الحكومة كما قلنا برشة مرات راي تصرف في إطار القانون المالية متنجمش جي في وسط العام تعمل حاجة ماهيش مبرمجة في قانون المالية إيه سورته قانون المالية هو اللي يعكس السياسات وعادة ديما نشوفه لغالب الاحتجاجات وإلا الرضاة ولكن عن نحن أغلب الوقت هي الاحتجاجات تجي بالتزامن مع قانون المالية لأنه يترجم سياسات الحكومة والقرارات اللي فيه هي الترجم السياسة خلنا نرجعه في المطلق شنية أحسن حكومة في تونس ولا في غيرها بالنسبة للمواطنين أحسن حكومة هي الحكومة اللي تدفع أكثر وتقبض أقل سهل هي شو معناتها تدفع أكثر؟ معناتها تصرف أكثر على دعم تصرف أكثر على الأجور ترفع في الأجور تصرف أكثر مساعدات اجتماعية تصرف أكثر على الخدمات وتقبض أقل معناتها تنقص في الأسعار تخفض في الأداءات تخفض في الضرائب هذي لي ديال هذي رأيك قل لي أنت شنو رأيك؟ أنا رأي مش هذي معنات من رأي أحسن حكومة تنجم الجي هي اللي تنجم تعمل استثمارات هي الحكومة اللي تنجم تحسن لإنفراسي لكتور هي تدفع ضرائب بنتي للدولة ترافي فلوس تكون ماشية مش تدفع في ضرائب وحفر وضو مقصوص في الليل وما فم حد شيء ولا خدمات بيها لا حد شيء هذا وشنو معناتها تصرف أكثر تصرف أكثر معناتها تصرف على الخدمات على الكياسات على المدارس على سبيطارات سيد دون سوسوس لا معناتها كنقول تصرف أكثر هي في الاتجاه كنقول تقبض أقل كنقول تقبض أقل كما تجعل زيدني في الشهر يا ما تحسن لي مستوى المعيشة حكاية تصرف أكثر كل واحد كيفش يعيشها فما شكون اللي هو موظف عمومي يقول لك لا نحب زيادة في شهرية من الدولة اللي ما هوش موظف عمومي يقول لك لا أنا بيصور ما ليش موظف عمومي ما تزيدنيش في الشهرية ولكن حاب نشوف الكياسات في السبيطارات في المدارس في البنية التحتية ولكن السؤال اللي يطرح هل أنه الحكومة التونسية قادرة اليوم أنها تصرف أكثر وهل أني قادرة أنها تقبض أقل في الحقيقة لا لأنه الوضعية بتاع المالية الأرقام لا تكذب حقيقة الأرقام ما نجم يكذبها حتى حد اللي مطروح على الحكومة الحالية هو أنها تصرف أقل وتقبض أكثر هذك عليش قانون المالية ما يلزمش واحد يكون عنده جايزة نوبل في الاقتصاد باش يفهم أنه قانون المالية جاي باش يكون فيه أكثر ضرائب باش يكون فيه أكثر ضرائب وباش يكون فيه أقل إنفاق عمومي باش ينقصه من العجز متاع الميزاني هي ما في إطار معقول ها إطار معقول هذك السادة بونو اللي يراه اللي معقول بالنسبة وزير المالية اللي عنده الأرقام والتابلو يكسيل ويحسب الداخل والخارج مش هو بيدو المعقول للمواطن اللي يمشي للمرشي وإلا يصرف كل يوم اللي يتغير في السياسة هو شو معنتها؟ معنتها العدم الرضاء متاع المواطنين اللي هو ديما مربوط بقانون المالية تونجين بعد علاش عدم الرضاء كنرجو أحنا مثلاً أول مشاكل حكومة الترويكا كنحيو الجانب السياسي تونا نلقاوها مع قانون المالية 2013 كانت الذكر وقت اللي يحاولوا يزيدوا في المقابيض متاع الدولة وقتها الأتوات والضرائب وغيرها واللي يتراجع عليها أمام عدم رضاء ناس وبدأ الشارع يتحرك كيف نحب ذكر مثلاً حكومة شاد نسبة كبيرة من عدم رضاء عليها جاء وقتها لأن الحكومة اضطرت بشتزيد في التفيا زادت أم بوان في التفيا عملت السياسي مش ندي سيرسي مي المساهمة التضامنية الاجتماعية كل أم بورسان لليوم المواطنين قسم كبير منهم يطالب بالتراجع عليها ولكن الحكومات اللي جاءت لبعض الكل حتى واحدة منجمة تتراجع عليها رغم ليهما كي كانوا في المعارضة كانوا يقولوا لا لابد من التراجع ولكن كي تدخل للحكم تلقى روحك قدام وضعية توازنات ميزانية الدولة عدم الرضاة زاد يجي من أنه الخطاب السياسي بين معتها السياسيين بشكل عام في المطلق مشكلة الحزاب السياسيين ولا الفاعلين السياسيين قبل ما يمشيوا للحكم يمشيوا للمواطنين سمعتش أنت في حملة انتخابية شكون يقول راهوا أنا البرنامج متاعي هو أنه باش نزيد في الضرائب وننقص من الانفاق منتاع الدولة لا السياسيين يقولوا راهوا المشكلة في أنه اللي قبلي ما عرفوش يتصرفوا في الثروات وراهوا لبلاد الغنية وقاعدين يسرقوا فيكم وكي باش نشد أنا راهي أوتوماتيكمون أوضعكم باش تتحسن هذا ما صارش وإلا يكون عندهم رؤية خارج المنظومة الاقتصادية العامة أنا الوضع هذا يذكرني في أول حكومة يسارية في فرنسا وقت الميتيرون وشد الحكم في فرنسا 81 جاء بنظريات اليسار التقليدية والعمين لولانين عمل سياسة يسارية دون لسانس الإنفاق 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 زادوا في الشهاري زادوا في المنح الاجتماعية رفعوا نقصوا في لاج دو دي بارا لارتريت وقتها هبتوه لستين سنة وفي المقابل معلتها قاموا بالتأميم متاع الشركات وغيرها شنية كانت النتيجة؟ كانت أنه بعد عامين مباشرة دخل الاقتصاد في حيث وصار سكون أبيل في فرنسا المنعرج التقشف واكتشفوا أن السياسة هذيك ما تنجمش تصير اليوم أحنا في وضع يشبل هذية ولكن أذيك لليميت أنه اللي يحكم مين با عنده المارج اللي يلقاهها متاع مترون وعامين باش يعمل فيها سياسة متاع انفاق وغيرها ولكن اللي يحكم يلقى روحه بين الكلام اللي كان يقوله قبل والوضع الحقيقي متاع الدولة فما دي كلاج كبير يخليه ياخذ إجراءات غير شعبية كما التخفيض في الدعم كما تجميد كتلة الأجور كما التخفيض في النفقات العمومية وهذه الناس ما يفهمونش على خاطر معتصار تروا مع كل الحكومات إي كومبري الحكومة الحالية يقولك إذا أنت ما كنتش تعرف الوضع متاع الدولة كيفاش انت تحكيلي في كلام وضوط تعطيفية في وعود وإذا كنت تعرف وعطيتني وعود غالطة اللي انت غير قادر باش تقوم بيها سي انكور بير عنا سمعنا المهن الحرة اللي يحتجوا على ما راجع من إنه في قانون المالية تي فيا باش تطلع من 13 إلى 19 بالمئة معانتها إضافة للاتحاد اللي يحكي لها مسئلة الدعم مسئلة الدعم متاع المحروقات شفنا كيف تزيد للنقل للتاكسيات والواجات وغيرها كيفاش عدم الرضاة يكون عند المواطنين كان ما تزيدهمش باش ترضي المواطنين يكون الميكونتنتمان عند البروفيسيونيل دونك اليوم الوضعية السياسية مرتبطة وساعة الحقيقة مرتبطة ديما بقانون المالية وفي تقديري إنه الحكومة الحالية باش تنتقل من مرحلة متاع اللي من 25 جويلة اليوم كانت مرحلة إنه فم شعبية كبيرة اللي يتم استغلالها من أجل اتخاذ قرارات سياسية مع قانون المالية باش ندخلوا في مرحلة هي كيفية معالجة عدم الرضاة متاع القطاعات هذية اللي يتمشي من الفلاح للنقل للفرماسيان للمحامي للطبيب والغيره واللي هي باش تطرح برشة مشاكل نرجع ونعود نقول مشكلة هال ميكونتنتمان جاي من إنه إحنا في بلاد ما فيهاش حوار حول القضايا الاقتصادية والخطاب السياسي للأسف ديما يقعد في مجال الشعارات واضح يعطيك صحة إيد بركة الله شكرا لكم شكرا